الآن من خلفنا يتم استهداف الشبان بالقنابل المسيلة للدموع وكذلك أيضا بعملية الرصاص المطاطي نشاهد على الجهة المقابلة عدد من جنود الاحتلال بالرصاص الحي يتمركزون يتموضعون في وضعية اقتناص لعدد من الشبان الفلسطينيين على الجهة هذه كما تشاهدون في هذه اللحظات وضعية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يقتنصون الشبان الفلسطينيين واحدا تلو الآخر في هذه المواجهات على الجهة المقابلة لربما تشاهدون جرافة الاحتلال لم تتوقف عن أعمال التجريف في محيط هذه المنطقة لاستمرار عملية التحصينات الآن في هذه اللحظات تجريف لبعض الطرق بمحاولة أرشق الطرق التفافية على المناطق التي يصلها الشبان في هذه اللحظات ووجود لوحدات مختلفة لأجهزة المقابرات الإسرائيلية الآن رصاصة من الرصاص الحي إصابة في هذه اللحظات إلى زميل صحفي إلى زميل صحفي في هذه اللحظات إصابة زميل صحفي في هذه اللحظات يتم نقله الآن في هذه اللحظات إلى مركبة الإسعاف إذن إصابة زميل صحفي في هذه اللحظات في التغطية المستمرة نحن الآن في منطقة ما بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال نحاول أن نبقى في المنطقة الآمنة جميعا كافة الزملاء على منطقة محادية الجميع يرتدي الخوذ والسطر الواقية إلا أن جيش الاحتلال استهدف بصورة مباشرة في هذه الأثناء الزميل الصحفي لا نعلم على أي وجه بالفعل يتبع للزميل لكن هناك إصابة للزميل الصحفي في هذه اللحظات في استمرار عملية الاستهداف المباشرة للشبان الفلسطينيين هذا الشارع كان فارغا قبل قليل نعم طيب الآن يعود الألاف من الشبان والمئات إلى حيث كانوا بمعنى أن كل أساليب القمع والوسائل القمعية لا تجعل الشبان الفلسطينيين يتراجعون من هذا الموضوع